في شهر فبراير سنة 221 قبل الميلاد بيموت الملك بطليموس الثالث وبيجي على رأس حكم الدولة البطلمية الملك بطليموس الرابع جه على الحكم هو في سن صغيرة جدا جدا كان عنده 23 سنة بس في نفس التوقيت اللي كان فيه عندنا ملوك جديدة ملك على عرش سوريا وملك جديد برضه جوا الدولة المقدونية والثلاثة كانوا لسه شباب لسه في مقتبل العمر يعني احنا دلوقتي عندنا ملوك جداد بكر جايين يحكموا العالم في سوريا كان عندنا أنتيوخس الثالث في مقدونيا عندنا الملك فيليب الخامس وطبعا في مصر عندنا بطليموس الرابع ويمكن عصر الملوك الثالثة دول كان عصر وتاريخ مهمة في المنطقة لانهم هما اللي كانوا بيشهدوا قيام حضارة تبدأ ان هي تكون مؤثرة وبكرة برضه وجديدة في العالم اللي احنا عايشين فيه وكانت هي الدولة الجديدة الناشئة في روما الدولة الرومانية بدأت تظهر وبدأت كمان تتدخل في الشؤون الخاصة بالممالك الثلاثة المملكة البطلمية والمملكة السلوقية ومقدونية طبعا فخلونا نشوف ازاي بطليموس الرابع كان بيتعامل مع كل الحاجات دي في بداية حكم اشتركوا في القناة من حسن حظ اي حد مهتم بقراءة تاريخ المرحلة دي من الزمن ويمكن كمان كان من حسن حظ بطليموس الرابع ان فترة حكمه كانت بتتزامن مع وجود مؤرخ عظيم جدا اتكلم بالتفصيل عن الفترات دي من الزمن وهو المؤرخ الكبير بوليبيوس على الرغم من ان الكتب بتاعت بوليبيوس ديت ما وصلتش لينا كاملة يمكن وصل لنا بس بعض القصصات وبعض الكتب الصغيرة والمهترئة الا اننا لما نبص على المؤرخين التانيين اللي عصره بوليبيوس هنلاقيهم كتب وهم كمان حاجات ومعتمدين فيها على المصدر الرئيسي بتاعهم وهو المؤرخ الكبير هيجي هنا واحد فهم في التاريخ شوية ويقول لي ايه ايوة يا عم بس بوليبيوس ده كان مؤرخ منحاز شوية ناحية روما ما كانش بيحب البطالمة ولا كان بيحب الحضارة اليونانية اصلا اقول لك ايوة ده حقيقي هو كان بيعلم ده طول الوقت لكن ده ما يمنعش ان كتاباته والمراجع التانية او المصادر التانية اللي اعتمدت على كتاباته كانت بتتكلم بشكل موضوعي فيما يخص التاريخ انما فيما يخص وجهات النظر فهو كانت وجهة نظر واضحة هو كان مشجع للحضارة الرومانية وكان شايف ان الحضارة اليونانية دي خلاص يعني عفى عليها الزمن الا ان زي ما قلتلك الكلام اللي جاي مبني على كلامه ومبني على المصادر اللي جاية ومبنية هي كمان على كلامه واللي كانت بتتسم بالصدق في نقل التاريخ فخلونا نبدأ بقى نبص على بطليموس الرابع شخصية بطليموس الرابع كانت مختلفة تماما عن شخصية بطليموس الاول والتاني والتالي وخلينا نبص على ابوه ابو احنا عرفنا انه كان ملك نشيط ليه نشاطات حربية وليه اجتهادات على المستوى الداخلي كان محب للعلم يعني كان ملك دماغه مفتوحة كده وما كانش بيهدى كنت على طول بتلاقيه بيعمل حاجة في نفس الوقت اللي كان فيه محترم وخلوق ومشهور في التاريخ بدماثة الخلق مش زي ابا اجداده ابنه بقى بطليموس الرابع كان على العكس تماما يخلق من ظهر العالم فاسد بيقول المؤرخ بوليبيوس انه كان خامل جدا واخلاقه كانت ضعيفة وصلت لدرجة الانحلال ويمكن دي مش مبالغات لانه في الاساس اصلا ما كانش مهتم بالحكم هو عنده 23 سنة يعني صغير في السن فكان سهل ان الناس تبدأ انها تتلاعب به خاصة رجال القصر كان اهم واحد فيه رجال القصر واحد وشخصية مهمة جدا اسمه سوسيبيوس بوليبيوس لسه ايلين ودي سوسيبيوس لسه نتكلم عليه ده بقى كانت الشخصية المسيطرة على دماغ بطليموس الرابع الملك بتاعنا وما كانش هو الواحده اللي بيعمل كده وان كان هو يعني رأس الافعال كان معاه ناس كتير جدا بتعاونوا من داخل القصر شاهد ليهم التاريخ وجميع المؤرخين انهم كانوا من افسد الناس جوا مصر وصلوا لدرجة عالية جدا من الفساد الاخلاقي والاجتماعي والاداري والسياسي تخلي اي قارق في تاريخهم يشعر بالاشمئزاز الشلة الفاسدة بقى اللي كانت موجودة تحت وفي الخفاء مع بطليموس الرابع هي اللي عكست الكيرف بتاع الدولة البطلمية الكيرف بتاعنا كان طالع 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 وبعد كده وصلنا للنقطة الحرجة اللي فيها بيحكم بطليموس الرابع اللي من بعده هتبدأ الدولة ان هي تنحدر تدريجيا وتبدأ تدخل فيها عصور اضمحلال تاريخي لدرجة هتوصلنا قدام لفقدان الامبراطورية البطلمية اصلا والفساد والاضمحلال ده بدأ من سوسي بيوس نفسه كان راجل مؤامرات دهية من التراز الاول وكان راجل طموح جدا نفسه ان هو اللي يكون المتحكم الاول والاخير في سياسات البلد بدأ هنا انه يتخلص من الرجال الصالحين والنساء الصالحات جوه القصر اللي هم بينصحوا بطليموس الرابع بالنصائح الجيدة زي ما كانوا بيعملوا مع ابو طبعا نصائح جيدة ونا الصالحين بكل تأكيد كده هم بيعرضوا الفساد الواضح اللي عنده اللي عنده سوسي بيوس طبعا فقرر التخلص منهم كلهم شوف بقى عمل ايه وتعجب معايا من اللي حصل قتل عم الملك واخواته الاثنين وامه الملكة برنيقة اللي هي امرات بطليموس الثالث نفسها وكمان في مصر وقتها كان فيه شخصيات مهمة جدا كانوا عاملين لجوء سياسي جوا مصر وبطليموس الثالث كانوا يستفيد من قدرتهم زي الملك الاسبارتي كان فيه ملك اسبارتي كان عنده خلافات كده في اليونان لجأ سياسيا لمصر وبطليموس الثالث فتح له مصر على مصر عيها دخل مصر وبطليموس كان قادر ان هو يستفيد من ذكاءه السياسي اتلو سوسيبيوس هو كمان فكده هو خلص على كل الرؤوس الصالحة فما بقاش عنده اي حد يوقفه في انه يبدأ يطبق سياسات مختلفة ومتنوعة جوا مصر وبكل تأكيد هتكون سياسات فزدة ما تستناش من شخصية زي دي انه يعمل حاجة صالحة جوا البلاد فدلوقتي اللي في الوش بطليموس الرابع الملك الصغير في السن الضعيف في الحكم اللي كان سهل اغوائه بالنساء والمال والخمر والجلوس في القصور فده يعني تم اقصائه كده واللي بيحكم دلوقتي البلد هي العصابة اللي كانت بقيادة سوسيبيوس تقولي بس استنى هنا العصابة اللي دلوقتي بتحكم مصر قدامها اختبار مهم جدا وصعب جدا لازم تبدأ ان هي تواجهه في الفترات دي والاختبار المرة دي كان اختبار خارجي كان ليه علاقة بسوريا اللي دلوقتي على رأسها الملك الجديد الشاب أنتيوخس التالي اللي كان على العكس تماما من بطليموس الرابع بطليموس استلم الدولة قوية جدا مزدهرة جدا لها مجد حربي ومجد تاريخي ومجد سياسي ومجد فكري ومجد علمي قبلة كل اليونانيين كانت الدولة البطلمية لكن على العكس تماما أنتيوخس التالي الدولة تمسك الدولة السلوقية وهي دولة غير موحدة دولة فيها انشقاقات أعمامه الاثنين وأبوه كانوا الاثنين داخلين في حروب مع بعض حربة أهلية كانت بتشعلها في الأساس الدولة البطلمية لو فاكر فهو البلد بتاعته مفككة وضعيفة جدا ومنحلة هي كمان دي بلد دخلة في عصور محلال بقالها كتير قوي لكن على العكس بقى أنتيوخس التالي الده اشتغل أنه يعيد بناء ويعيد توحيد البلد بتاعته وكانت شخصيته مش زي شخصية بطليموس الرابع بقى اللي هو ضعيف أصلا لا أنتيوخس التالي الده كان شخصية مغامرة محاربة فلما بتجي لهم الأخبار بتاعت الوضع اللي موجود فيه الدولة البطلمية بيقول هنا طيب أنا دلوقتي بلدي مفككة البلد دلوقتي محتاجة لقائد والناس في الوقت ده ما كانش بتفهم غير المجد الحربي إذن القائد اللي هيوحد البلاد لازم يكون عنده مجد حربي والدولة البطلمية ضعيفة جدا فإيه المشكلة لو أنا عملت جيش وقدرت أن أنا أخد سوريا الجنوبية اللي في الأساس تعتبر بتاعتنا إحنا بتاعت الدولة السلوقية يبقى قدرت أن أنا أنتصر على الدولة البطلمية اللي هي كانت السبب في كل المشاكل اللي إحنا فيها دي وفي نفس التوقيت رجعت تاريخنا مرة تانية كده كل الناس هتلتف حواليا من تاني فلو بصينا على السنة الأولى اللي حكم فيها بطليموس الرابع البلاد سنة 2021 قبل الميلاد هتلاقي إن في نفس التوقيت كان أنتي يخص التالد بيتحرك على رأس قواته علشان ياخد سوريا الجنوبية من الدولة البطلمية وطبيعي هنا يعني هما أكيد من السنين الرد من القوات البطلمية والقوات البطلمية كان لها قائد مهم جدا مش هقول اسمه عشان اسمه صعب ولكنه كان قائد إغريق قائد كبير جدا متفوق جدا عسكريا وكان معتمد عليه بطليموس الثالث في الفترات اللي فاتت دي كلها يعتبر من المؤسسين الحقيقيين للمجد الحربي لدولة البطالمة هنا القائد ده وقف بالقوات بتاعته عند حصون في نيقيا وشدد على تأمين الحصون دي جدا ففشلت جيوش أنتي يخص فأول جولة من جولات الحرب السورية الرابعة اللي هم نتكلم عليها دلوقتي كانت لصالح الدولة البطلمية مش بفضل أي حد غير القائد ده يعني ما فيش أي سياسة جوا الدولة كانت بتحمي الدولة هو القائد ده كان وقف بطوله كده أنتي يخصي الثالث بدل ما يرجع يحارب من تاني ويرجع يأصطدم تاني بقوات القائد بيكتشف أن في بابل ثورة هيضطر أنه هو يرجع يخمضها وبعد كده يرجع هنا تاني فهينها الدولة البطلمية كان قدامها حل واحد بس ملوش تاني ابنها ترجع مرة تانية لسياسة بطليموس الثالث دلوقتي في أخبار ثورة جوا الدولة السلوكية بطليموس الثالث كان بيعمليه كان بيدعم طرف على حساب التاني علشان يضمن أن الثورة دي تفضل مستمرة وتنشاغل الدولة السلوكية وما تقدرش أن هي تكون جيش أصلا والجيش السلوكوي بالكامل يكون مشغول جوا الدولة السلوكية فلازم دلوقتي الإسكندرية تبدأ أن هي تشوف هتدعم أنهي طرف من الأطراف وبكل تأكيد كانوا هيدعموا الثوار مش هيدعموا طرف أنتيوخس علشان يضمنوا أن الثورة دي تستمر والغزوات بتاعة أنتيوخس تنقطع هنا وهنا كان الوقت المناسب اللي سوسيبيوس هيظهر فيه قدرته على المكر والدهاء إدري يثبت أنه رجل هذه المواقف فاشتغل على كده فعلا وزود من القلاقل اللي كانت حصلة جوا الدولة السلوكية دعم المؤامرات والفتن فكانت الدولة السلوكية كل يوم بيعد عليها بتتكبت خسائر كبيرة جدا بسبب دعم سوسيبيوس للثورة في نفس التوقيت كان سوسيبيوس بيخاطب أنتيوخس التالي بيقول له بص أنا جاهز أنه نقعد مع بعض ونقعد نتفق ونعمل هدنة سوا وهعرضها على الملك والملك هيوافع عليها بكل تأكيد في مقابل أنك يعني تسيب لنا سوريا الجنوبية قول ليه والوضع أيه ده بين البلدين أنت كده كده بلدك فيها من جوة مشاكل وإحنا بلدنا كمان فيها من جوة مشاكل فيعني بص لا تعيرني ولا عيرك فنعمل هدنة مع بعضينا كده والدنيا تهدى خالص فعلا أنتيوخس بيشوف بيقتنع بكلامه ماشي والله عمل حاج نقعد مع بعض فبيعودوا فعلا وبيعملوا اتفاقيات وبيقولوا بص أنا هارجع بقى اسكندرية علشان أعرضها على الملك واجيلك تاني فيه تمحيك وحجك بقى هنا بدأت تظهر كل ما يوصلوا الاتفاق تتلاقي سوسيبيوس ايه يعني عمل يرجع لورا شوي تحس ان هو كان بيكسب وقت على حساب أنتيوخس علشان يفضل مستمر هو من تحت لتحت بقى عمل يدعم المؤامرات وعمل يشعل للدنيا جوة الدولة السلوقية وهو في الظاهر وفي العنى لا ده أنا بعمل معاكم معاهدات وعايز الدنيا تهدام وفي نفس التوقيت اللي كان عمل يماطل فيه مع أنتيوخس التالت كان شغال على بناء جيش مصري بيجيب القادة العسكريين وبيأمرهم بإعداد وتدريب جيش مصري وحط 100 خط تحت كلمة مصري دي بداية الخطوات دي كان بأنه يروح على اليونان ويجيب مرتزقة من هناك يديهم فلوس لكن أهم خطوة لجأ ليها ولو تلك حط تحتها 100 خط كان أنه جاب 20 ألف واحد من الفلاحين وبدأ يؤمر الجنود والضباط والقادة بتوع اليونان أنهما يدربوهم بشكل كامل على الطرق الحربية اليونانية علشان ينضموا لقوام الجيش في خلاف واضح وظاهر لسياسات البطايمة في الأساس الجيش البطلامي قائم على اليونانيين أو قائم على الإغريق فقط لا يجوز لأي مصري أنه هو يدخل جوا الجيش هنا سوسيبيوس بيغير القاعدة دي تماما في فترة حكم بطلايموس الرابع وبيضم للجيش 20 ألف فلاح مصري بعد تعليمهم وتدريبهم على القتال بالطريقة اليونانية تقول لي طب هو عمل كده ليه أو لك هو كان مضطر لو ما عملش كده مش هيلاقي قوات الجيوش السلوقية كانت عددها كبير جدا في الوقت ده فهو كان عاوز يزود العدد وخلاص واللي يحصل بقى جوه الميدان مش هنعمل حقا يعني هنعمل ايه كل ده كان بيحصل فيه سرية تامة وكل ده طبعا كان سوسيبيوس بيعمله لصالح الدولة لكن هنا بيصطدم سوسيبيوس بالقائد المخضرم اللي كان موجود فيه في نيقيا ولي بيدفع عنها بيقول له ما ينفعش تضيف قوات من المصريين هيكون عبقة علينا في ميدان القتال لكن سوسيبيوس ما كانش مقتنع بالكلام ده نهائيا الخلافات بتشتد بين الاتنين بين الوزير سوسيبيوس وبين القائد المخضرم المقدوني ومش عايزين ننسى هنا ان في الاول وفي الاخر هو كان مرتزق يعني مش يغال بلؤمته فمع اشتداد الخلافات دي قرر انه هو هيبيع الدولة البطلمية خالص وبيقرر الانقلاب على الاسكندرية وفتح الجبهة لقوات انتيوخس التالت اللي ما اتأخرش ودخل بالقوات بتاعته في سلاسة تامة وبدون اي مقاومة تذكر لحد ما قدر يوصل عند مدينة غزة استولى على مدينة غزة ودخل فيما بعدها وفضل موجود عند رفح خلينا اقولك ان الانقلاب المفاجئ ده ما كانش بيغير اي ترتيب من الترتيبات اللي اتلك عليه الفلاحين تم تجندهم المرتزقة جم خلاص من اليونان او مكدونية فكان الجيش المصري وقتها على اتم استعداد وبدأ كمان يتحرك والمفاجئة بقى كان على رأسه الملك بطليموس الرابع نفسه وكلهم يتوجهوا على مدينة رفح الى ميدان القتال علشان تحصل سنة 217 قبل الميلاد المعركة الاهم في احداث الحرب السورية الرابعة اللي خلونا نشوف اهم احداثها ولكن في الحلقة القادمة ان شاء الله فاينها طبعا نتأكد انك عامل لايك مشارك في القناة مفعل تنبغيك عشان تجعلها حالة رجاية والبول شكرا بكل تأكيد لكل الدعملين اللي موجودة جنب زرار سبسكرايب واشوفك ان شاء الله في الحلقة الجاية لا ثانية كمان شكرا للمنتسبين على القناة او قلتها دي شكرا للناس بقى اللي بتفعل ميزة تانكس معلش هي ميزة جديدة فانا بنساها اللي موجودة جنب زرار لايك وزرار ديس لايك وشكرا للناس اللي بتشارع محتوى في كل مكان واشوفك ان شاء الله في الحلقة القادمة سلام عليكم اشتركوا في القناة